سرماندا سرماندا سنعب لاحقا يا مارسو لأني وعدت العم تديان بإنهاء العمل على المولد الكهربائي مارسو هذا البصل ليس طعاما بل إنها لوازم كهربائية بالضبط اسمع البصل يجعلنا نبكي لهذا أنا أضعه قناعا اسمع إنك بريتا ألل البصل البالومي قوي جدا أستخدمه كسائل بطاريات لشحن المولد أليس هذا رائعا؟ سيزود مولد البصل المخيم بكامله بالكهرباء وهكذا لا تعود العم تديان بحاجة إلى بطاريات كاميرا ليثيوم فائقة السمية حسنان سأذهب الآن وأحضر بصرة أخرى تسلل أحدهم إلى غرفة التخزين مارسو كن حذرا ذكرني أن أعلمك المعنى الحرفي لفعلي كن حاذرا نهب أحدهم غرفة التخزين لم يتبقى أي طعام باستثناء هذه البصلة سأبدأ تحقيقاتي في الحال لأعرف من فعل هذا انتبه لا تعبث في المكان وتدمر الأدلة ممتاز والآن ابقى مكانك هذا نوع من الأثار انظر هنا وهنا كما أرى لابد أنه ذيل طويل كل ما قلته إنه ذيل طويل لم أكن أتهمك أنت ولم أنظر إليك بنظرة اتهام إن المكبرة يجعل الأمور تبدو هكذا حسنا لا ربما شككت بك لثانية لثانية فقط يسرني أنني ما زلنا صديقين لكن يمكنك أن تفلتني الآن عمتي ديان اتهم حيوان طعامنا كله هذا رائع يا عزيزي قلت للتاو إنه لك تبقى عندنا طعام ممتاز لقد صورت هذا المكان من الزوايا المحيطة كلها مرسوة أن نحققه في الجريمة هذا مدهش بفضل هذه الكاميرات التي تصور طوال 24 ساعة في اليوم لسنة كاملة سأحصر على 175212 ساعة من الصور المتحركة وأيضا من الصور الجامدة عمتي ديان ما زلت في ثياب النوم توقف عن العبث يا عزيزي واذهب وشغل مولد البصل خاصتك حسنا عمتي ديان لا تقلق يا عمتي أنا ومارسون عملوا على القضية سوف نجد الفاعل هل ستستخدم هذا الشيء الغريب حقاً كي تدمر بلومبيا؟ اسمع يا صديق القصير العزيز إذا ظننت أن هذا الرسم الكريه سيثير إعجابي عليك أن تعيد التفكير حالاً وجد أحد رجالنا هذا الشيء خلال تسللهم إلى كهف يعود إلى حقبة ما قبل بلومبيا دعني أذكرك أنني استخدمتك لمهاراتك الهندسية وحسب فعلم الأثار يشهرني بالملل انظري يظهر الرسم هنا أيضاً مكانك في مسرعة مضحكة شتراي إنه لك يعرف هذا هنا بالفينترو كابرا دعيني أشرح فينترو كابرا فقط صوابك تماماً هذا مؤسف يعجبني بعض من أفتارك هل أرميه خارجاً سيدتي؟ الفينترو كابرا أصورة محلية يظهر حيوان مفترس مرة واحدة كل ألف عام ليلتهم كل ما قد يجده في الغابة حسناً سأعطيك فرصة أغذية يا بلو برينت كل مرة يظهر فيها يهدد الفينترو كابرا سلسلة الطعام في بلومبيا بسبب شراهته وفقاً للسكان الأصليين قد ظهر مجدداً هذا يعرض الغابة كلها للخطر لكن لماذا لا ينهي عمله سريعاً؟ لماذا لا يدمر الغابة كلياً؟ لأنه عندما يشبع سوف ينام مجدداً لألف سنة لأنه كسلان وسمين وضخم لكن إن أمسكنا بالفينترو كابرا سوف نمره فنحول دون أن ينام هذا رائع جداً سنعطيه الكثير من الحبوب من مختبر الأدوية ونجبره على البقاء مستيقظاً مع هذا الكائن في عهدتي قريباً سوف أتمكن من تدمير بلومبيا بلمح البصر وسيكون السبب طبيعياً جداً وأحد من مناصري البيئة المشعجين لن يتمكن من ردع حينها جد لي ذلك الكائن آه ومثل سوف نرحل صيد السمك قبل بدء التحقيق هذه عادة مارسو لا يفعل شيئاً ومعيدته فارغة لكنه يتأخر كثيراً مارسو هل تسمعوني؟ ومعنى هل تسمعوني؟ مارسو 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 إذن أخذ أحدهم الطعام خاصتك أيضاً تسوء الأمور أكثر نحن نتعامل مع كائن شرها من الدرجة الأولى أكثر منك حتى أترى شيئاً صالحاً للأكل؟ أنا مهندس ولست فتاً عادياً وهانذا عالق في الغابة في وسط الأدغال مع هذين المزعجين اسمع أيها العملاق هل ترى هذا؟ إنه دماغ عبقري كانت سيدتي واضحة جداً أنا أدير العملية أفهمت؟ وأنت وهذان المزعجان هناك سوف تنفذون أوامري كلها واو يبدو أن هذا الكائن ضخم جداً ولديه أسنان كبيرة أنت محق مرسو سوف نري أن ملك الغابة الحقيقي هو بدأ حبي لهذا التحقيق يقل فعلاً لا ألتقط أي حركة ولو صغيرة جداً لقد بيّن هذا الجهاز عن فعالية عالية جداً إن كل تلك الكائنات ممتعة جداً تقضي وقتها تغني وترقص أوه رائع يجهلون حتى كيف يجب أن يرسوا بالقارب أوه إذن هل أمسكت به؟ إطمئني سيدتي نحن نحرز تقدماً كبيراً بإشراف الشخصي على الفريق إنها مسألة ساعات فقط مهلاً ما الذي أقولها دقائك؟ بل سوانك ستروي معك أنا مسيطر انتهى وحول مرحباً أنا هو الفتى طيب يسهل التحدث إليه لكن صديقي هذا ميزاجه سيء جداً لذا إن كنت تعرف صالحك ستستسلم وتعترف أوه أوه ليس هو يا مرسو علامات الأسنان لا تتطابق هذا صحيح هيا أهروب الآن ولا تعد ما خطب هذه الغابة والنمور الطائرة أنت ضخم كفاية لتقوم بالتقطيع إلا إذا كنت قادراً على شق الطريق بيديك العريتين فكرة رائعة يا ستروي لكن إن بقين هنا لوقت أطول سأموت من الملل إنه جهاز المتطور الخاص آه إنه المولد هذا غريب أنا وثيقة أنه كان موصولاً بالمولد هم؟ حسناً وما أدراني صنعنا مولداً بواسطة البصل ليأتي مرسو ذاك ويأكله على العشاء نعرف أننا نبحث عن مفترس عملاق ذذيل طويل لم تتطابق مواصفات النمر والفاعل انظر إنه دليل قد يساعدنا على إيجاد المتهم انظر يا مرسو نفس الآثار التي وجدتها قرب غرفة التخزين لقد درستها ولكنني بصراحة لم أحلل المادة المصنوعة منها أجل قد يفيدنا إن قمت باجتمامها عجباً سيتفاجأ ذلك المفترس جداً إحنا نمسك به ابقي هادئة يا ديان على مهلك هي لا تخافي أنا خائفة مرسو إنك على حق أشعر بالأمان أكثر في المخيم أرتحت الآن لا يمكنه بلوغي لكن لا بد من أنني أحلم هذا إن هذا هذا عجيب جداً أه مرسو مشيت اليوم عن أسبوع كامل مرسو انتظرني مرسو إنه مرسو ذاك الفتى المزعج هيا فلنلحقه لقد قالت سيدتي فينترو بروكولي لكن هذه هي فرصتنا يسروي إن أمسكنا بذلك الكائن سوف تسر سيدتي كثيراً صدقني سأحصل على كيس من الذهب وأنت تحصل على ما حلمت به من الديناميت فكر في الأمر ولكن لا تفكر في الأمر كثيراً يجب أن نضيع هذه الفرصة منه مع اختفاء ذاك المدعوي مرسو يمكنك أن تفجر بولومبيا كما تشاء أتسمعني؟ جيداً وبوضوح أوه حسناً أنا أدير الدفة الآن مرسو لا شك في أننا نسير على الطريق الصحي أخبرني هل وجدت شيئاً؟ مرسو أين أنت؟ مرسو هوبا 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 مرسو مرسو هيا هوبا هوبا إنها لمتاها في الداخل هوبا مرسو توقف عن العبث في المكان لا تنسى أن كائناً متوحشاً عملاقاً يحاول أو هوبا هوبا مرسو مرسو أنا متأكد هذه هي الآثار الحمراء نفسها مرسو أنظر لقد وجدت عرين الوحش هذا رائع فعلاً اقتربنا كثيراً أتصل بكم لاحقاً من فضلكم مرسو مرسو علي أن أذكرك من أن تقبط راتبك أنا آسف سيدة ديفورت اقبل من فضلك اعتذاراتي السابقة كل شيء تحت السيطرة وبالتقريبين جداً من هدفنا يا سيدتي أكاد أتذوق طعم النصر من الأفضل أن تنجح وإلا فإنك ستقضي بقية حياتك تعمل في منجم النحاس على حدود الصحراء الكبرى هذا غريب انظر إلى هذه البتلة العملاقة إنها المادة في غرفة التخزين هي لقاح مرسو كنا مخطئين منذ البداية فذلك المفترس الغريب ليس حتى حيواناً بطن دائري مع أخصان طويلة جداً هذا مذهش مذهل حقاً والأهم من ذلك إنه يتحرك إذن نحن نطارد نبتة وهذا هو مخباؤها علينا إخبار العمّة ديان لا، لا مرسو كلما قاومت تشتد الشبكة انظروا ما لدينا هنا والأهم أنهما قادل مباشرة إلى فينترو كابرا فينترو كابرا؟ لا أصدق بأخصانه يتسلق لأعلى طبعاً سيدتي السيدة مسرورة لم تتوقف عن مدحي موهبتي وعبقرية الفذة وتصميمي هيا عزيزي ستروي لنعقد هدنا المسألة مسألة عمل مجموعة طالما تطيعني بالطبع اصبر قليلاً يا مرسو عندي فكرة مدهش إنه يتواصل مع الأرض ليحقق لن تفعل هذا ليس من الجيد أن تهاجم أزهاراً صغيرة ومسالمة ليس من الجيد مطلحاً عجباً هل أنا أحلم أم ماذا؟ هل أحب هذا الكائن حقاً مظلتي؟ قد يستغرقوا هذا وقتاً طويلاً لكن في النهاية الحبل سيحترق عندها سأقوم بتحريرك كيف فعلت هذا؟ لقد فهمت من هنا؟ لن يتمكن هؤلاء من اللحق بناه علينا أن نوسع هذه الفجوة آه يجنirens هيا احفروا الآن أجل أيها الكائن اللطيف هاه ه واه ها يلك من كائنٍ رائعاً فاعلاً هاه؟ لقد وجدنا مخبأ فانترو كابرا ولكنه فارغ مارسو هذا رهيب حقا كل الآثار التي وجدناها مصدرها من هنا ولكنها متوجهة نحو المخيم وليس نحو الجهات الأخرى بالضبط بالضبط إنه في المخيم مارسو اسمع عائلتك والعمة دايان في خطر شديد إذن هل وجدتم هذين المزعجين؟ أنت محقة تماما سوف أخبره في الحال حسنا هل وجدتموهما؟ إلى المخيم لنأمل ألا يكون الأوان قد فات لا بأس اقتربوا إنه لطيف جدا إنه اكتشاف العصر أعرفكم إلى هذه النبتة الذكية والمتحركة غير المعروفة عمتي دايان ابتعدي عن ذلك الشيء إنها الفنترو كابرا نبتة المتوحشة تلتهم كل ما تراه ابتعدي عن عمتي آياتها النبتة العملاقة إنها تحاول أن تحميها توقف عن هذا في الحال أنتما لا تفهمان انظرا إنه اكتشاف علمي غاية في الأهمية انظرا انظر يا عزيزي انظر إلى أعجوبة طبيعة هذه إنها نبتة مسالمة جدا ما ليس العالم مكانا مفاجئا؟ المترجم للقناة أيضاً لطيفة النبتة الأجمل التي درستها على الإطلاق وأنت صديقتي المفضلة حين تستيقظين بعد ألف سنة أمل أن يرحب بك العالم للأسف نحن عارقون هنا منذ وقت طويل لقد سائمت الجذور اليابسة أيضاً لقد سائمت الجذور اليابسة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة